اليو ديانج تاني المرة للمليون مجلوش عرض مالي فرما بين العرض الرسمي والعرض الشافي والعرض المالي عرض رسمي في رقم محدد مجلوش والنادي الاهلي مش هيسيب اليو ديانج بالسهولة الناس متخيلة الاهلي هيطلب في اليو ديانج رقم كبير أكتر من الرقم اللي اتدفع في حمد فاتحي نظرا للفرق العمر ما بين الاتنين والpotentiality بتاعت اليو ديانج لن يروح أوروبا أليو ديان جراحل زين الدين بالعيد على رأس قائمة النادي الأهلي للتدعيم في المركات والحالي بعيد علشان بس العيد تريد ما تطفعش بعيد عن أنه برونوسافيو ماشي هيجي مكانه مهاجم رأس حربة صريح حسب طلباتك